السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير في فيديو النهار ده هعمل معاكم الفراخي اللي مقرمشة الحلوة دي وكمان معاها طبق رز جميل جدا حاجة كده سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم مقرمشة من بره بالشكل ده وكمان طرية من جوه اوي ومستوية وما خدتش معايا وقت خالص اهم حاجة بس تتبيلها وقت كافي يا تبيتها في التتبيلة يا مثلا لو انت مستعجلة ممكن تعملها من اربع لخمس ساعات على الاقل ما يكونش اقل من كده هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم وكمان الرز البسمات ده عملاه بطريقة سهلة وبسيطة وطعمه بجد كان جميل جدا بس يا ريت قبل ما ادخل معاكم على الطريقة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب للقناة وتفعلولي زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد وتحطولي اللايك وتكتبولي تعليق حلو منكم كده لما تجربوها يلا بسم الله معايا 3 كبايات من الحليب ومعاهم كمان معلقة من الملح وهنزل عليهم كمان بنص معلقة من الفلفل دي نص معلقة كده من الفلفل بعد كده كمان هنزل عليهم بمعلقتين من عصير اللمون ان ما كانش موجود اللمون الخلي بيقضى عادي الوصفة دي لمون او خلي عادي خط هقلب المكونات دي كده مع بعضها لو ححب انت تحط كمان في الخلطة دي نص معلقة من التوم المفرو وحبت بهارات كده برضه هتخليها جميلة انا جربتها كده وجربتها كده بجد الاتنين حلوين هجيب الفراخ بقى واخسلها كويس كده وهفعمل فتحات بالشكل ده هفتحها كده علشان خاطر تشرب من التدبيلة كويس وتستوى معايا بسرعة ولما تشتري الفراخ هاشتريها يعني حوالي كيلو ونص كده يعني من كيلو وربع لكيلو ونص علشان خاطر برضه تطمين السواب تحها وتكون تمام معاك هنزل بقى بقطع الفراخ كلها كده علشان خاطر تشرب من التدبيلة كلها هنا انا كنتم صورها الفيديو ده بالليل يعني كنت عامل الخليط ده بالليل كده وبيت فيه الفراخ وسبتها لتاني يوم بجد الوصفة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة جربوها كده وان شاء الله هتعجبكم ممكن تم ارمشها او من بره ومن جوه طريه وحلو او هنا بقى هغط عليها وهسيبها في التلاجة لتاني يوم هنا بقى كنا تاني يوم هبدأ معاكم اعمل الرص الاول واركنه على جنب كده وبعد كده هشوف الفراخ هنعمل فيها ايه جبت حلو على النار كده وحطت فيها حبة من الزيت ونزلت عليهم ببصلاية متقطعة صغير بالشكل ده هقلب البصلاية بقى بالشكل ده وهنزل عليها كده بيعني بترفي معلقة من الفلفل لما بنزل بالفلفل كده على البصلة بتدي طعم حلو سيما قلتلكم كده اول البصلة ما تدبل معايا هتنزل عليها بربع معلقة من الفلفل ده ربع معلقة من الفلفل كده هقلبهم مع بعض اول ما ياخدوا معايا اللون بس الاحمر يعني اللون اللي هو محمر مش غمق قوي اللون الاحمر البسيط ده هنزل بقى عليه بالرز ده رز بسمتي لو انت عايزة تستخدم الرز الفلاحي بتاعنا عادي خلص بالرز ده او بالرز ده طعم وببا حلو انا كان عندي هنا رز بسمتي هاستخدمه النهاردة هنزل بالرز كله بالشكل ده وهدلهم تقليبة مع البصلة الاول بعد كده بقى هنزل بخلطة الرز البسمتي دي انا بجيبها من عند العطار لما بشتري من عند الرز بقول انا عايزة الخلطة بتاعت الرز البسمتي هو اللي بيعملها عنده لو انت مش موجود عندك انت باعت عملها في البيت كاري وكركم وبهار وحاجات من دي وكمان حطيت هنا ارفة ارفة عدين ارفة وحبيت لمون مجافة والقرونفل كمان في الروز بيدري طعم حلو او بعد ما قلبت مع بعض كده هدله بقى المية بتاعته دي مية سخنة كده نزلت عليه بيه وهسيبه يغلي خالص لحد ما اتشرب ميته بعد كده ههدى عليه النار وهسيبه بقى لما يكمل سوي عاوزاكم كده اتجربوه تقولي لي ايه رأيكم الرز البسمتي هنا بيقبل المية عن الرز الفلاحي هنا بقى كده شربت ميته كده شوفوا شكله عامل ازاي شكله يفتح النفس كده اصفر وجميل وحلو او هدله تقليبة كده وههد النار عليه وهسيبه لما يستوي تمام بعد ما خلصت الرز كده يحتبر خلصته هسيبه بقى يكمل سوي عبر راحته وهشوف الفراغ هعمل فيها ايه هنا معايا تلات كوبايات من الدقيق وكمان عليهم نص كوباية من النشا يعني كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية من النشا النشا هنا اللي هتخلي معايا الفراغ مقرمشة البهارات عندي ملح وفلفل وطم بودرة وبصل بودرة وبهال لحمة وشطة وكركم وزنجبيل وحبة من القصبرة لنشا وكمان هكتب لكم المكونات كلها بالتفصيل في صندوق الوصف هقلب بقى المكونات كلها مع بعضها كده بجد التدبيلة دي بتدي للفراغ كمان اللي هو القفر بتاعها طعمه حلو قوي والفراغ ديت خفيفة في الاكل جدا وعندي على جنب كده كمان كوباية ميا من الحنفية عادي دي احنا هستخدمها برضه هجيب قطعة الفراغ كده وحطها في الدقيق وهقلبها في الدقيق كده كويس علشان خاطر تتشرب من الدقيق ومن التدبيلة اللي جواه لمدة دقيقة كده تتنى عاملها الحركة دي مشرباها من كل الجوانب كده عاوزكم تجربوا الفراغ بالطريقة دي وكده وتكتبيلوا في الكومنتات ايه رأيكم يهمين ان انا عارف رأيكم بعد بقى ما قلبتها كويس خالص كده في الدقيق هاسيبها في المية كده ثواني بس وهتنى واخدها رفعها تاني هنا بننزلها في المية علشان خاطر ان هي تعمل لها قفر تاني يعني القفر بتاعها هيكون سميك شوية ويعمل التعريجة اللي احنا بنشوفها في الفراغ دي قبل بقى ما نزلها في الزيت كمان هارفحها كده بعد ما حطتها في الدقيق وهنفطها كده بالراحة وبعد كده هتشوف فيها تعريجة كده التعريجة دي اللي هتبان معاك في القليق هنجيب حلة كده ونحط فيها زيت ونحطه على النار لما يسخن كويس بعد كده ههد النار وهحط بقى قطع الفراغ قطع الفراغ بتاخد معايا من ربع التلت ساعة سوا ما بتاخدش اكتر من كده يعني من ربع التلت ساعة بتكون استوت بقى التماء وخطوة نزولها المية دي هي مرة واحدة بس عشان برضو القفر ما يكونش سميك بزيادة هي مرة واحدة كده تكفي هنزل بقطع او قطعتين كده في الزيت علشان خاطر يقتر حيتهم في السو وكمان ميلزقوش في بعض او الحل اللي انت هتعملي فيها لو كانت اكبر من حليت اللي انا هعمل فيها دي ممكن تعملك ثلاث قطع عادي يعني تبع الحجم اللي انت حطه فيه الزيت شوفوا لما برفعها مدي ايه هنفوتها كده وحطها في الزيت على طول هنا بقى لما بتعملها الحركة دي بتعمل التعريجة اللي بتبان بقى بعد القلي هنزل بقى في الزيت كده بقطعتين من الفراخ ههد عليها النار بقى كده وهسيبها خالص لما تستوي وداخد اللون اللحمر حلو كده وبعد كده هنطلحها وهرها لكم هنا بقى كتقربت تستوي كده هشوفها كده وهطلحها وبعد كده هنقدمها مع بعض ايه رأيكم بقى شوفوا الشكل عامل ازاي الرز ما شاء الله الحباب حبيتها كده وجميل جدا ومستوي وحلو خالص وكمان الفراخ مقرمشة من بره وبطرية من جوه شوفوا كده هفتح معاكم واحدة شوفوا من هنا القفر بتاعها ناشف ازاي؟ بيتكسر في ايدي ازاي؟ ناشف خالص وطرية بقى من جوه ومستوية خالص هي عشان كمان سخنة مش عارفة افتحها كويس شوفوا شكلها عامل ازاي؟ مستوية جدا عاوزاكم كده تجربوها وتقول لي ايه رأيكم؟ تعملوها الاول كده وتكتبو لكم منت حلو كده منكم؟ وتقولوا لي عملتها وطلعت حلوة ولا لا؟ اكلة كده اطفالنا بتحبها واحنا كمان بنحبها اكلة كده مميزة بجد وبكده فيديو النهاردة خلص اسيبكم بقى في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة